السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز عدمي الكبد أتشارب بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الإيدز والعلاج التحصيني أولا نحب أن ننبه أن لو شخص عمل علاقة جنسية خارج إطار الزواج لدينا أولا شيئين يجب أن ننبه لهم أولا سيجيب لك مشاكل كثيرة فننصح الشباب بالبعد عن هذه الممارسات الخاطئة وأنه يتجنب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أولا نحب أن ننبه أن هناك علاج تحصيني لمثل هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب مثلا شاب يذهب لنادي صحي وأخطأ وعمل علاقة غير محمية وبالتالي هو خايف ليجي له إيدز وبالتالي هناك شيئا اسمها علاج تحصيني هذا العلاج التحصيني يأخذ حباية واحدة كل يوم لمدة شهر وهذا يمنع حدوث عدوى الإيدز بنسبة أعلى من 90% بالنسبة لهؤلاء الأشخاص كيفية الحصول على هذا الدواء أولا هذا الدواء لا يباع في الصيدليات ولازم دكتور متخصص هو الذي يكتبه ويكون في مستشفى حكومي وبالتالي هناك صعوبة في الحصول على هذا الدواء سواء كان في مصر أو في الدول العربية وبالتالي ننصح هؤلاء الشباب أن نبتعد أصلا عن هذه العلاقات الجنسية المشبوهة أولا هذا الدواء يجب أن يأخذ في خلال من 48 إلى 72 ساعة طبعا لا ننصح به لكن إذا اقتضى الأمر فالطبيب المتخصص هو الذي يكتبه وينصح هذا المريض لو شاهد أن حالته تسمح بكذا لأنه ليس كل الحالات الطبيب يكتب لها هذا العلاج التحصيني هذا اسمه علاج تحصيني ما بعد العلاقة هناك أيضا علاج تحصيني ما قبل العلاقة هناك بعض الشباب أو بعض الناس يقولوا نحن نويين نعمل حاجة غير شرعية أو سيسافروا دولة أوروبية أو دولة أسيوية ويمرسوا علاقات جنسية خارج إطار الزواج طبعا ننصح هؤلاء الشباب بتجنب مثل هذه الممارسات الخاطئة التي ممكن تؤدي إلى ضياع مستقبله وضياع صحته وفقدانه للعلاقة الاجتماعية سواء زوجته أو مستقبله الاجتماعي لكن فيه علاج فعلا تحصيني لهؤلاء الأشخاص أبارة عن أقراص بتتاخذ يوميا بردك بيوصفها الطبيب المتخصص وأيضا هناك حقن تتاخذ قبل هذه العلاقات حقن تتاخذ حقن الشهر وحقن بعد شهر وبعد ذلك تتاخذ حقن كل شهرين فيما بعد هذا أيضا نسبة الوقاية عالية جدا أكثر من 90% هؤلاء الأشخاص نحن ضد هذه الممارسات وهذه العلاقات التي ممكن تأتي بأيز أو أمراض جنسية أخرى قصيرة مثل الثيلان والزهري والكالميديا كل هذه الأمراض وتدخلك في دائرة من الشك والحيرة والقلق والتوتر والاكتئاب نحن نريد أن نفهم أيضا ما هي طرق انتقال الإيز أولا طرق الانتقال عن طريق مشاركة الحقن بين المدمنين وبالتالي لو أنك لا قدر الله مدمن يبقى تتعذ تماما عن أنك تشارك حقن ملوثة من شخص مدمن آخر أولا ثاني مهم جدا أنه ينتقل من الأم للجنين أو للطفل المولود وبالتالي ننصح بعمل تحاليل لجميع الحوامل لإكتشاف إذا كان عندها HIV أو لا وإذا كان عندها HIV يبقى لازم أن نعطيها العلاج على أساس أن فرص انتقال العدوى للجنين تبقى قليلة جدا جدا أيضا ننصح بعمل عملية قيصرية حتى لا يصاب الجنين وأيضا ننصح بأن الأم لا تردع البيبي وأنه يرضع لبن صناعي وأيضا نبدي هذا الطفل لمدة 6 أسابيع علاج وقائي وبالتالي نحن عملنا علاج تحصيني لهؤلاء الأطفال بالنسبة للعلاقات الجنسية ننصح هؤلاء الأشخاص أنهم أمتناع تماما عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج لكي لا تخش في مشاكل وأمراض جنسية خطيرة لكن لو حصل يبقى لازم تستخدم الواقي وأيضا نجعل بالنا في نقطة مهمة هذا الواقي لا يحميك 100% فقط على الأقل يقلل من فرص حدوث الإيد بنسبة عالية جدا نحن نعرف أن تحليل الإيد في حد ذاته يعتبر بالنسبة للشخص عبق نفسه كبير لدرجة أن هناك أشخاص تخاف تقوم بعمل تحليل الإيد نحن ننصحك ونقول لك روح تقوم بعمل تحليل الإيد لو أنت شاكك في أن هذه العلاقة ممكن تكون قلت لك المرض لا تتردد لك لأنك ستعيش طول عمرك في ألم وإكتئاب وخوف اعمل تحليل الإيد واتطمن على صحتك نحب أن ننوه أيضا أن الPCR غير كافي دلوقتي بعد التوصيات الحديثة صحيح أن يطمنك بنسبة عالية جدا لكن التحليل الأساسي هو الكمبو أو الاليزا وهذا يكون قطعي بعد 6 أسابيع هذا الذي نسميه الجيل الرابع بالنسبة لأجسام المضادة عادة تبقى سلبية قطعيا بعد ثلاث شهور هناك أشخاص تتكلمون عن 6 شهور لا هي تبقى سلبية قطعيا بعد ثلاث شهور لذلك مهم جدا أن نأخذ بالنا أن الناس تخاف من التمييز ووصمة العار وبالتالي يجب أن المجتمع يتنبه أن نحن نلغي موضوع وصمة العار والتمييز مريد الإيدز محتاج رعاية ومحتاج ثقة بالنفس لكي يعمل التحليل وأيضا حتى لو طلع إيجابي لا يوجد أي مشكلة العلاج متوفر أحب أن أسيب رقم الواتس بتاعي لو هناك أي استفسارات أو تقارير طبية 002-010-27-28-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 002-010-2778